حتى تشنت محافظة الدقالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة والارتقاء بخصائص السوقين هذا وأكد محافظة الدقالية أيمن مختار أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء على رأس أولوياته بالارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية وتمكين السيدات مبادرة لم الشامل والتوعية الأسرية والمجتمعية المبادرة فيها أكثر من جهة المجلس القومي المرأة والمحافظة والأزهر الشريف المبادرة الغرض منها هو لم الشامل الأسرة والتوعية بالزواهر السلبية في المجتمع وعمل ندوات ما بين المجلس القومي المرأة والأزهر الشريف وخصوصا في قرى حياة كريمة هنعمل لقاءات على كل الأسعيدة وكل المستويات عندنا على مستوى الجامعة وعلى مستوى قرى حياة كريمة هنشارك بندوات توعوية ولقاءات مصغرة ولقاءات جماهرية عن لم الشامل والأسرة المصرية والاختيار للزوج والحياة الأسرية السليمة والتوعية المجتمعية ودور كل فرد في المجتمع اشتركوا في القناة